اشتركوا في القناة حول الصحراء المغربية اثارت جدلا واسعا بالجزائر وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان اجتماعا رفيع المستوى عقد امس بالجزائر ودام لعدة ساعات جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون ومسؤولين كبار لعل ابرزهم رئيس اركان الجيش الوطني السعيد الشنقريحة او شنقريحة ووزير الخارجية رمطان العمامر وذلك بهدف تدارس طريقة للرد على تصريحات عمر هلال واوضح المسؤول الجزائري ان بلاده تستعد للرد ببلاغ رسمي او من تحت الطاولة مؤكدا ان المسؤولين الجزائريين يعتبروا ما جاء على لسان هلال ردا رسميا للمغرب على قطع العلاقات وليس بلاغ وزارة الخارجية المغربية وكان السافير الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة عمر هلال وردا على نظيره الجزائري سوفيان ميموني قد اطار مرة اخرى حق سكان القبائل بالجزائر في تقرير المصيرة متسائلا لماذا تنكر الجزائر على الشعب القبائل ما تطالب به مغاربة الصحراء وتمضي لحد فرض نزاع على المملكة منذ مدة 45 عاما من قبل مجموعة انفصالية مسلحة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء